فضائح تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق مسلسل ما زالت فصوله مستمرة لفيف من النواب وجمعيات حقوقية محلية وأخرى أممية اتفقوا على أن نتائج الانتخابات تم التلاعب بها مع سبق الإصرار رغم المشاركة التي وصفت بالهزيلة النائب فريد إبراهيم نقل عن ممثل حكومة الإعباد أمام البرلمان قوله إن جهاز المخابرات يؤيد إمكانية اختراق أجهزة التصويت الإلكتروني والسيطرة عليها للتلاعب بالنتائج السيد ممثل الحكومة بما نقل عن أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المهمة في البلاد خلال جلسة مجلس الوزراء على سبيل التجربة وأكد على سبيل التجربة قبل الانتخابات أنه قال تم الدخول إلى الجهاز وإلى النظام الإلكتروني الموجود به وسيطرة عليه وتغيير نتائج بينما يتحدث النائب عبد الكريم عبطان عن وقوع قرصنة من قبل جهات استخبارية طالت أجهزة الفرز الإلكترونية في يوم الانتخابات فأكو مشكلة حقيقية رح تتفجر موقمل رح تتفجر قنابل ورح تثبت كيف تم تهكير من قبل أجهزة مهمة بالعرام من قبل أجهزة استخبارية مهمة كيف تم تهكير هذه الأصوات وتم التلاعب بها قبل نشرها وفي يوم الانتخابات عضو اللجنة القانونية النيابية زان سعيد تحدث هو الآخر عن تورط مفوضية الانتخابات والحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني بتزوير الانتخابات واستبدال صناديق الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية المفوضية تلتزم الصمت حيال سيل الاتهامات هذا لكن حكومة العبادي تعترف أخيرا بوقوع خروق لا يمكن التغاضي عنها فأعلنت تشكيل لجنة للتحقيق الفريق المتخصص بالأنظمة الإلكترونية قال في تقريره الخاص المقدم إلى الحكومة إن الأجهزة الإلكترونية التي استخدمت في الانتخابات البرلمانية قابلة للاختراق دون أن يؤكد حدوث التزوير من عدمه مفوضية الانتخابات ليست متهمة بضلوعها في تغيير النتائج فحسب بل أنها متهمة أيضا بالتلاعب بنسب المشاركة في هذه الانتخابات ادعاءات التلاعب بنسب المشاركة تؤيدها شبكة الشمس لمراقبة الانتخابات كما يؤيدها ممثل الأمم المتحدة في العراق يانكوبيتش المقتنع بأن الانتخابات شابها عمليات تزوير كبرى من حيث المشاركة والنتائج على حد سواء ترجمة نانسي قنقر